ليه الأستاذة فاطمة فبتقول إنه هم عندهم زوج يعني عنده الزهايمر ومش عارفين هم هي والولاد يعملوا إيه في مسألة الأضحية وهم ما معهمش إنه هم يضحوا بصفة شخصية لكن هذا الزوج يعني فيه درجة من درجات الزهايمر طبعا صاحبة السؤال عشان نعرف حرج ما تقولي زي نتصرف في المال بتاعه وزي لا حبينا نعمل أضحية أو ما شابه ذلك كيف يكون التصرف أولا إحنا بننظر لدرجة مريض الزهايمر إنها درجات يعني مثلا بيروح لوعي ويرجع تاني ولا العملية فيها أقصى أنواع صور الزهايمر ولا إيه وضع بالزبط فده طبعا بيحتاج فيه تقرير طبي إذا كان شديد يعني إذا كان درجة الزهايمر شديدة جدا فبيجب جعل الولاية المالية تكون محددة من جهة القانون النيابة الحسبية عشان تصحق التصرفات شرعا وقانونا وعشان ما يحصلش مشاكل ما بين حضرتك ما بين الأولاد فبنقترح باستشارة محامي عشان نرشدهم أو إنه هو يقوم بالتوجيه إلى ما يحقق المفروض يتعامل والمطلوب ويضمن الحقوق اللي المفروض تكون موجودة ويرفع أي نوع من أنواع النزاع فيما بينكم فيضمن مسألة الحقوق بنوع من البيينة والوضوح على أساس تبقى الولاية على المال نوع من التنظيم عشان مش كل واحد يتصرف فيها باقتراح من عندي نفسه ولو كان الأمر حتى يعني أنه تتفقوا ويقوم بتوثيق هذا الأمر رفعا لأي نوع من أنواع النزاع اللي ممكن يكون في الحال بعد كده وإلا سيخضع الأمر للولاية على المال كما زي ما قلنا لحضرتك وأشرنا وما بيحدد ده القانون من خلال النيابة الحسبية وحتى يتم هذا التنصيق القانوني عشان الترتيبات المالية اللي حيتم التعامل عليها يتم أن احنا لا ننفق من ماله إلا في علاجه وطعامه الضرورات اللي هي بالنسباله وما زاد عن ذلك وأردتوا أن أنتوا تتطوعوا به اعملوا من الأموال الخاصة بتاعتكم يبقى أنتوا هتتطوعوا بيها مش تتلعبوا أو أن احنا نعود نتحكم فيه أموال من عندي أنفسنا كده يا ستة فاطمة ترجمة نانسي قنقر